لا تخفي الإدارة الأمريكية رغبتها في التنصل عن تعهداتها بتسليح الجيش العراقي وتنمية قدراته لمستويات تمكنه من مواجهة أي تحديات أمنية تشابه ما تعرضت له البلاد في سنوات مضت الولايات المتحدة لم تلتزم بالإفاء بالتعاقدات التي أبرمتها حكومة العراق معها في وقت سابق وما يجعل العراق أمام متطلبات البحث عن سوق جديدة لتطوير قدرات جيشه وتتحجج الإدارة الأمريكية بالفصائل المسلحة في العراق والتي تسميها بالميليشيات على إنها قد تتمكن من الاستحواذ على بعض الأسلحة الأمريكية الصنع كما جرى فيما أثارته عن ملف دبابات برامز وسحب أمريكا للموظفين العاملين في شركة الصيانة الخاصة ويشهد هذا الملف تطورات عدة بين العراق والولايات المتحدة ومنها الضغوط الأمريكية لمنع العراق من التوجه إلى روسيا وشراء طائرات وصواريخ متطورة وهو ما يبقي البلاد ساحة مفتوحة لتنفيذ المخططات التوسعية الأمريكية تصريحات حكومية ونيابية تناولت رغبة العراق بالتسليح ومنها ما أشار له عضو اللجنة الأمنية في مجلس النواب اسكندر ويتوت الذي أكد حق العراق في استيراد السلاح الروسي دون قيود أو شروط وهما ترفضه الإدارة الأمريكية الراغبة باستخدام الأجواء العراقية ممرا لطائراتها مع عدم امتلاك العراق لمنظومة دفاع جوي متطورة أعضاء في المكتب السياسي لعصائب أهل الحق وجدوا من المحاصلة الأمريكية للتطور العراقي في التسليح ينبع من استراتيجية هادفة لإضعاف الجيش وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ما يؤدي لمواصلة السيطرة العسكرية الأمريكية على البلاد وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية حذرت العراق من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية مهددة بمواجهة الأخير لقانونها الخاصة بمعاقبة من يتعاقد مع من تصفهم بأعداء الولايات المتحدة ولا تكتفي الإدارة الأمريكية بالمماطلة بمنف تسليح الجيش بل إنها تفرض حضرا على تحليق الطائرات العراقية فوق بعض المناطق أمنها تلك التي تشهد تحركات لبعض خلايا العصابات الداعشية التي بدأت تنشط في مناطق عدة فقد تناولت وكالات أنباء خبرا يشير لاحتمالية سقوط مناطق قريبة من الرمادي لوجود أعداد من الدواعش تتراوح بين 300 و 500 إرهابي وتعمل تلك المجامع المنقسمة إلى خلايا على السهداف القوات الأمنية التي تتواجد على الطريق الدولي الرابطي بين مركز الأنبار ومنفذ طريبي للحدودية وأشارت تلك الوكالات أيضا إلى أن الحضر الأمريكي المفروض على الطائرات العراقية في صحراء الأنبار هو السبب في تزايد أعداد هذه الجماعات الإرهابية صباح حكيم قناة بلادي